السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم طلبة طالباته لامور الصف الرابع الابتدائي ان شاء الله مكاملين مبعضينا مناج اللغة العربية للترم التاني عشرين ثلاثة وعشرين من كتاب الاضواء يريد يا سنة ربع الاول مرشة في قناة تشترك في او اتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد وتعمل لايك للفيديو ان شاء الله نحن مبعضينا النهاردة انشطة الاضواء على القواعد النحوية عنوان الدرس معي طبعا ايه الظرف الزمان من كتاب الاضواء صفحة مية ستة وتمانين ومية سبعة وتمانين يلا بنا سنة ربعا نشوف اقرأ ثم اجب ضار بين محمد ومصطفى في المدرسة الحواري التالي عن رحلة سيقوم بها مصطفى الى الاسكندرية محمد متى ستذهب الى الاسكندرية يا مصطفى مصطفى ساذهب صيفا محمد وكم ستظل هناك مصطفى سأظل هناك اسبوعا محمد ماذا تفعل معي لتك هناك مصطفى اذهب الى الشاطئ صباحا ثم اتناول الغذاء عصرا واتجول في المدينة مساء السؤال رقم اعلي بجل الكلمات التي تحتها خط اسماء ولا افعال ولا حروف طبعا عندي لها اسمالية كلمة صيفا وصباحا وعصرا ومساء طبعا عندي كلها ايه كلها ايه اسماء رقم با دلت هذه الكلمات على زمان ولا مكان طبعا ضلت على زمان رقم جيم لنستطيع ان نسأل عن هذه الكلمات بكلمة كيف ولا اين ولا متى طبعا ظرف الزمان بنسأل عنه بايه بادات الاستفهام اللي هي ايه اللي هي متى رقم دان ضع سؤالا مناسبا للجملة التالية زرت صديقي لاينا نقول ايه متى زرت صديقك بنسأل عن ظرف الزمان بايه بادات الاستفهام اللي هي ايه متى نشاط اتنين اجب عن الاسئلة الاتية مستخدما ظرف الزمان المناسب رقم الف متى يذهب التلاميذ الى المدرسة طبعا صباحا با متى ستبدأ المباراة مثلا ايه ليلا رقم جيم متى يعود والدك من العمل مثلا ايه عصرا رقم دال متى ستذهب الى النادي نقول مثلا ايه مساء رقم ها اللي متى تظهر الاشجار طبعا بتظهر الاشجار امتى طبعا ربيعا في فصل ايه في فصل الربيع نشاط تلاتة جلدح خطا تحت ظرف الزمان في الجمل الاتية رقم الف يغثر البرتقال شتاءا والبطيخ صيفا طبعا عندي هنا ظرف الزمان عندي كلمة شتاءا وكلمة ايه وكلمة صيفا كلمات رقم با غالي رجعت من الصفر امس طبعا ظرف الزمان اللي هي ايه كلمات امس رقم جيم تخرج الطيور صباحا وتعود مساء ظرف الزمان عندي كلمة صباحا وكلمة مساء رقم دال تسقط اوراق الاشجار خريفا بزرف الزمان اللي معي كلمة ايه خريفا رقم ها يرجع الرجل من عمله عصرا طبعا عندي كلمة عصر هي ايه لظرف الزمان لاحظ وتعلم نشاط اربعة للاستخدم ظرف الزمان المناسب للجمل الاتية رقم الف تسقط الامطار طبعا تسقط الامطار شتاءا رقم با نشعل المصابيح طبعا ليلا رقم جيم تشتد الحرارة طبعا ايه في الصيفة بتشتد الحرارة ايه صيفا وينفع برضو ايه نكتب زهرا رقم دال اللي تظهر النجوم طبعا بتظهر النجوم ايه مساء او ليلا تنفع كده وينفع كده رقم ها اذهب الى النادي طبعا ايه صباحا نشاط خمسة اختر ظرف الزمان المناسب مما بين القوسين رقم الف ينير القمر السماء مهورا ولا عصرا ولا ظهرا ولا ليلا طبعا ايه بيونير القمر السماء ليلا بنختار هنا ظرف الزمان اللي هي ايه كلمات ليلا رقم باء يذهب المزارع الى حقله صباحا ولا منذ ولا قبل ولا عند طبعا بيذهب المزارع الى حقله صباحا رقم جيم يفتر الصائم في رمضان عصرا ولا مغربا ولا صبحا ولا ظهرا طبعا ايه مغربا دال وصل القطار ربيعا ولا صيفا ولا غدا ولا عصرا نقول ايه وصل القطار عصرا ها ينتشر الظلام صباحا ولا اسبوعا ولا شتاء ولا مساء طبعا ايه بينتشر الظلام نشاط ستة قال اضع كل ظرف زمان مما يلي في جملة من ايه من تعبيرك رقم الف قال لكلامة الان اقول ايه اشاهدوا المباراة مع مع زملائي الآن رقم با فجرا نقول ايه اصطيقز اصطيقز من نومي فجرا رقم جيم صيفا نقول ايه زهبت الى الاسكندرية صيفا او اذهب الاسكندرية ايه صيفا رقم ده لصباحا نقول ايه اشربوا الحليب صباحا ها كلمة امس نقول ايه زرتوا صديقي المريض امس نشاط سبع جلي عبر عن الصور الاتية مستخدمة الظرف ايه الزمان عند الصورة الاولى نقول فيها ايه تتساقط تتساقط اوراق الاشجار طبعا ايه خريفا طبعا في الخريف بتتساقط في ايه اوراق الاشجار الصورة الثانية طبعا عندي هنا طالب يذهب طبعا هنا للمدرسة نقول ايه يذهبوا التلميزه الى مدرسته صباحا عندي الصورة الثالثة طبعا عندي هنا غروب الشمس نقول ايه تغيبوا الشمس الشمس مساء نشاط تمانية جلي اكتب فقرة وتعبر عن الصورة مستخدمة ظرف ايه الزمان طبعا احنا هنا لو بصمنا للصورة هنجل هنا طبعا هنا ايه اولاد بيلعبوا طبعا هنا على الشاطئ يبقى هنقول هنا ايه يذهبوا الاطفال الى الشاطئ صيفا ويلعبون القرى صباحا وبكده سنة ربعة وصلت معكم لانهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم ياريت ما دونس لاش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا